هنتكلم النهاردة عن البيس كلاسفير وعلشان نبدأ في البيس كلاسفير محتاجين نرجع بعض البيزيكس في الستيستيكس وهي البروابيليتي لو انا عايز اجيب احتمال حدوث حدث معين بيساوي الحدثة احتمال يظهر كام مرة على كل البوصب الايه اوتكم يعني مثلا لو انا عندي عملة دايس والديس دايس له 6 اوجه وعايز اشوف الاحتمال مثلا يظهر لعدد ايفن الديس دايس له 6 اوجه وكل دايس او كل وجه عليه رقم والارقم دي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ما هو احتمال ظهور رقم ايفن رقم زوجي عندي الرقم اللي هو 2 والاربعة و 6 ثلاثة ارقام فيبقى احتمال ظهور الرقم او احتمال ظهور عدد زوجي بيساوي 3 على الستة يعني بيساوي الثلاثة انا ممكن يظهر لي كام عدد زوجي الاتين والاربعة و 6 على كل البوصب الاوتكمز اصلا كل الاوتكمز اصلا كان ستة فيبقى عندي ثلاثة على ستة ده معنى البروابيليتي طبعا في بيزيكورونز للبروابيليتي وهي ان اي بوابيليتي لازم يكون الفاليو بتعادته اقبطة اكبر من او ساوي 0 وقال من او ساوي الواحد ويساوي واحد كل البروابيليتي بتاع كل الايفن الموجودة اللي انا انتريست بيها بتكون ايه الصميشن بتاعها واحد واحتمال حدوث الحدث المستحيل بيساوي 0 ويحتمال حدوث الحدث المؤكد بيساوي 1 ولو عايزة اجيب احتمال عدم حدوث الحدث او احتمال عدم حدوث event معين بيتساوي واحد ناقص احتمال حدوث الحدث ده طيب خلينا مثلا ناخد مثال لو انا دلوقتي معايا dice او معايا حجر نارد والحجر النارد ليه 6 اوجه وعايزة اشوف يعني احتمال ان انا بعد ما ارمل حجر النارد يظهر ده رقم خمسة طبعا الارقام اللي موجوده على الاوجه ما بتتكررش فلو انا عايز انتريسس بان انا شوف الخمسة فالخمسة ايه تظهر لمرة واحده بس يبقى البرابيريتي افروليق 5 بيستاوي 5 على كل الاوجه يعني بيستاوي مرة واحدة بس على 6 لان ال5 بتظهر مرة واحدة او موجودة على الاوجه مرة واحدة بس فيبقى البرابيريتي واحدة على 6 او السوتس طيب مثال ثاني لـ probability of one event لو أنا معي عملة وعايزة أعمل لها flipping إيه احتمال ظهور head إيه احتمال اللي يزدنا يظهر لي مثلاً ملك طبعاً العملة لها وجهين وكل وجه مكتوب عليه حاجة واحدة بس اللي هي الهيد أو tail أو ملك أو كتابة فـ probability of getting head بيساوي head overhead و tail يعني أنا احتمال يظهر ليهيد كم مرة احتمال يظهر لي مرة واحدة لأن ما فيش يعني أنا عندي وجهين والواجه مكتوب عليه head ما ينفعش يبقى فيه أنا عندي وجهين والواجه مكتوب عليه والتاني عليه head طبعاً أنا أكيد أكيد هيظهر الهيد لأن أنا ما عنديش احتمال تاني فلو عايزة أجيب الـ probability of getting head هيساوي واحد على اثنين واحد ليه لأن أنا عندي وجه واحد عليه head وميد الاتنين اللي هي كل البوصل بالـ outcomes أو كل البوصل والأوجه موجودة عندي في الـ coin طيب وبعض الأحيان أنا مش بيبقى عندي environment واحدة وهي أن أنا بعمل بروبيلتي على كوين ممكن بيعندي كوين ودايس في نفس الوقت ففي الحالة دي البروبيلتي اللي أنا بجيبها اسمها marginal probability ممكن يجيلي يظهر كونسب تاني وهو marginal probability فالmarginal probability بيظهر لي لما بيكون عندي كذا environment عندي كوين ودايس عندي مثلاً gender والgender ده بيسموك أو مش بيسموك تمام؟ فإيه هي marginal probability؟ marginal probability is a probability of an event irrespective of another event دلوقتي لو أنا عادي أشوف probability of أن الشخص اللي أنا بتكلم عنه دالوقتي يبقى mail فطبعاً الميل فيه منه بيسموك ومنه مش بيسموك منه بيدخل ومنه مش بيدخل فاحتمال زهوء احتمال ان الشخص ده يبقى mail هتساوي ال41 من مية ال41 من مية زائد ال7 من مية الاثنين مع بعض لان انا مش انترست بالهو بيدخن او ما بيدخنش انا انترست بان هو ميل و لا فهقف عن جره بتاع الميل واعمل سميشها لكل probability بتاع ايه بتاع الـ event الـ environment التاني كمام؟ فهيبقى probability of a specific value of one input ده يعقب المرجن probability across all the value of the input ويبقى طبعاً لو أنا عايزة مثلا اقول p of x بيساوي ميلي يعني لو فرضنا ان الـ gender ده او environment الاولية بعملها ربط نشان بين هي x والenvironment التانية بعملها ربط نشان بين هي y الـ probability of x بيساوي ميل لو انا عندي الـ person ده ميل احتمال ظهور ان الشخص ده يبقى ميل بيساوي الـ summation في كل الـ probability بتاع الميل على الـ rows بتاع الـ على كل الـ columns values بتاع الـ environment التاني اللي هي y يبقى بيساوي الـ summation of b x equal ميل وي الـ y بيساوي yi for all a yr لكل الـ a l i اللي هي دي لو فرضنا ان الـ i دي ان هنا 41 وهي yi التاني اللي هي 7 من مين احتمال حدوث حدث بصرف النظر عن حدوث الأحداث الثانية هناك كونتب ثاني هو المارجنال بروبيلتي والجوينت بروبيلتي والجوينت بروبيلتي ده برضو انترسل بان انا عندي كذا انفيرومنت عندي كذا انفيرومنت وكل انفيرومنت ممكن يحصل فيها حدث او ممكن نفس الانفيرومنت بكرارها مرتين يعني ممكن يبقى عندي دايس ودايس بعمل رولنج لدايس واحد وفيه دايس تاني برضو مسكال بعمل لهم لتنين رولنج بنفس الوقت يعني اهم حاجة بعندي اثنين انفيرومنت هل هم مختلفين او زي بعض مش مهم فالجوينت بروبيلتي بيشتاعدوا لو انا عندي كذا ايه انفيرومنت او تو انفيرومنت او اثنين انفيرومنت سواء كانوا هم زي بعض او مش زي بعض طيب فالجوينت بروبيلتي يعني احتمال زهور حدثين والحدثين دول بيظهروا في نفس الوقت مش واحد فيهم بيحصلوا بعدين التاني لا طيب بعمل الجونة بريبيلتة ذاية I使 B and B بربروابليتة وطبعا ممكن اعملها برضو مكن اعطيها بان هي بربروابليتة او بورابليتة Spiritual B والتلات دول بيستوى بعض B Jane and B بيستوي بوت في بيستوي بوبيدرسكشن بي تمام؟ ده الجونت بروبيلت اللي هو احتمال حدوث حدثين في نفس الوقت طيب دلوقتي لو أنا عندي حدثين أنا بقول حدثين الحدثين دو الممكن اللي بيحصلوا في نفس الوقت دو الممكن يكونوا بيعتمدوا على بعض وممكن يكونوا ايه ما بيعتمدوش على بعض خلاص؟ الحدثين اللي هم بيعتمدوا على بعض بسميهم dependent events والحدثين اللي هم بيعتمدوش على بعض بسميهم independent events ثاني أنا دلوقتي محاولة في المارجنال بروبيلتي والجونت بروبيلتي إن أنا عندي كذا environment وهيحصل لي two events يعني event من environment الأول مية وevent من environment التانية يعني مثلا أنا عندي كوين وعندي dice على شوف بروبيلتي إن أنا عندي hit وفي الدايس على شوف بروبيلتي إن يزهر لي 5 أثنين في نفس الوقت دي كده الجونت بروبيلتي في الوظيفة لو انا رميت عملة وعملت برضو رميت دايس لتنين ما لهمش علاقة ببعض مش مرتبطين ببعض بالمنطق ما فيش اي منطق بيربط ما بين ان انا لو لو لقيت هيد لازم لاقي خمسة او لازم لاقي ستة ففي البعض الاحيان في تو ديفرنت انفارومنتس الى ممكن تظهر فيها مش بتبقى دبندنت على بعض تبقى اسمها اندبندنت الانفارومنت دي بنسميها اندبندنت تمام لو انا عندي رولنج دايس وعندي فليبنج اكوين اتنين دول ما بيكونوش بيعتمدوا على بعض فبسمي التو ايفنس اللي ممكن يظهروا من التو انفارومنت دول بسميهم اندبندنت ايفنس زي طبعا رولنج ادي وفليبنج اكوين ار اندبندنت ايفنس طيب بجيب البوروبيليتي اوف لو فر pega البريبوليتي الايفنس تحري في الكوين Holубли BuzzF informação بسميه B of A والprobability of 5 هي دي بسميها B of B لو انا عايزة بجيب probability من الدائس عايزة جيب احتمال حدوث الاتنين دول مع بعض في نفس الوقت هيساوي B of A في B of B احتمال حدوث الاتنين مع بعض بيساوي B of A في B of B الاتنين ضربوهم في بعض تمام الجوينت probability of two events that are not independent بيساوي الملتبليكيشن بتاع كل dependent ايه على حدوث الاتنين اللي هو B of A فيه B of B اوكي ده في حيات لو هم independent طيب ماذا لو كانوا dependent dependent ازاي لو فرضنا ان انا عندي بوكس وفي عندي ثلاث كور باللون الاحمر وفيه كورتين باللون الاسود وعايزة جيب probability ان انا شيلت كورة صودة طيب اتساوي ايه لو انا عايزة ان انا هشوف كورة صودة هيبقى ايه اتنين على خمس اتنين انا اصلا احتمال اشوف كورة صودة قد ايه اتنين طيب ايه عالج الكورة الموجودة في البوكس اصلا خمسة يبقى عندي ثلاثة على خمسة B of A بيساوي ثلاثة على خمسة probability of event الاولاني يساوي ثلاثة على خمسة طيب لو انا الكورة اللي انا اللي انا خدتها الليه صودة ديان شلتها يعني ما حطتهاش تاني في البوكس تمام هيبقى عندي البوكس في ايه في عندي ثلاثة كورة حمرة وواحدة صودة تمام لو انا بقى جيت شلت كورة صودة او عايزة شوف احتمال زهور كورة صودة بالنسبة للوضع اللي انا في ده هيبقى ايه واحد على اربع probability of B بيساوي احد على اربع خلاص يبقى في بعض الاحيان بيبقى عندي two events two events دول بيعتمدوا على بعض يعني لو حد فيهم حصل هيأثر على value بتاعتين مش مش مرتبطين مع بعض زي الكون والديس مش مرتبطين يعني لو لقيت هيت مش شرف ده معنى ان انا يلاقي رقم من اربع مالهاش علاقة فهم two independent events لكن في بعض الاحيان بيبقى حدوث event بيكون dependent على event التاني او value بتاعته بتاعته على value بتاعتين ده طبعا كان مثال فلو بيوف اي بيساوي اتنين على خمسة فبيوف بيساوي احد على اربع في الحالة دي احنا ما بنعمل ما بنعملش البيوف بي على ان هي بيوف بي بنقول بيوف بي given اي يعني احتمال حدوث الحدث دي given ان اي اصلا حصل تمام فالجوينت بروابيليتي الجوينت بروابيليتي of two events that are dependent بنعملها ربزنتيشن بي البيوف اي intersection بي بتسوي البيوف اي في البيوف بي given اي ما بنقولش بقى بيوف اي في بيوف بي على طول لا بقى بيوف اي في بيوف بي given اي اي لان بي على اللي فالا بتحصل بعدين بيحصل البي اي طيب بقدار جوينت بروابيليتي اه احتمال حدوث حدثين مع بعض في نفس الوقت ممكن يبقوا dependent وممكن يكونوا مش dependent. اه او ممكن كده اقول ممكن اقول اصلا البي اف اي وبي. يعني لو لقيت بي اف اي اند بي ممكن او بي اف اي او بي. او بي اف اي انترسكشن بي او بي اف بي والانترسكشن اي او بي او بي و انترسكشن اي او بي played off a. كل دول معنه جون تذكر recognady. ورول بتاعتهم بي اف اي في با في ب. في حالة ان هما الاند بندنبت. و بي اف اي في ب بت hab through a. او estaban자 قبل فريق او كانا قبل. انجم انجم ش contact. في حالة او هما ببندنبت bat. وهي ان الـ joint probability بتاعهم بيساوي B of A في B of B وفي الحالة طبعا الـ B of B بيساوي B of B given A يعني لو انت عايز تطبق الرول او تحط الرول اصلا بتاع الـ dependent هيبقى B of A في B of B given A في الحالة دي في الرول بتاعتنا دي B of B بيساوي B of B given A انا عندي اثنين types of events dependent او independent ثاني الـ dependent events the outcome of one event does influence the outcome of the other event احتمال حدوث حدث معين بيأثر على حدوث الحدث الثاني وبتجاه طبعا من B of A intersection B بيساوي B of A في B of B after A أو B of B given A طبعا عندي مثال لـ joint probability لو انا مثلا عندي مية طالب طبعا عندي مثال لـ joint probability لو انا مثلا عندي مية طالب والمية طالب دول متقسمين لـ boys and girls عندي ستين وعندي أربعين وكنت خدت الـ boys اللي هم ستين طبعا الـ boys منهم متطلوا في منهم من شورت والـ girls طبعا في منهم متطلوا في منهم من شورت وكان عدد الـ boys ستين وطول فيه وعدد الطلبة الطول من الـ boys 40 ومن شورت كان ومن شورت كان عشرين اللي هي 40 وعشرين بجموههم ستين طيب وعدد الطلبة اللي هي طول من الـ girls عشرة وعدد الطلبة اللي هي شورت من الـ girls 30 طبعا عشرة زائل ستين بكام باربعين ده مثال ده مثال اللي انا عندي student متقسم لboys and girls والبوي نفسه نفسه متقسم لطول وشورت طبعا انا ممكن اكرية من الرسمة دي ممكن اكرية التابل ده في حيث يبقى عندي هنا الجندر اللي هو boys ولا girls وهنا عندي طول ولا شورت طيب هنا طول وهنا شورت وحط طبعا الاعداد فبقى ممكن يبقى عندي في البروبيلس عند البروبيلتي على طول ممكن يبقى عندي الاعداد طبعا ده كان مثال للبروبيلتي ماذا لو كان جايلي الاعداد على طول يعني مش جايلي 2 من 10 لا جايلي ارقام تاني ده مثال على جونت البروبيلتي لو عندي 100 طالب وعندي boys and girls وعندي لو boys في منهم طول وشورت وهنا girls في منهم طول وشورت لو عايزة اشوف احتمال احتمال ان اللي انا الشخص اللي بتكلم عليه يكون girl وطول الاتنين مع بعض طبعا اتفاني ان الجوينت بروبيلتي بتبقى بعمل البروبيلتشان بbe of girl وطول او طبعا girl and tall او girl intersection tall او tall intersection girl مضروبة في بيوف طول given girl لان انا طبعا انا عندي الطول ممكن يحصل اي حد بس انا عايزة طول الي في الجر فأعتبر الطول معتمد على الجر في الحدث بتاعنا ده أنا انترست بطلبة اللي هي طول وجر طيب بروبيلتوف جر لاحتمال حدوث الجر لأصلا احتمال ظهور الجر لكان 40 على 100 احتمال ظهور الجر الجر عنده 40 جر والنمبر في النساء أصلا التوتل كان بمية عنده 40 على 100 هضربها في بروبيلتوف طول جبن جر انا عايز اشوف الطالب الطالبة دي احتمال تكون طول بنسبة قد ايه لو همسك السكوب بتاع الجر انا اصلا عندي كان طول يبقى عندي 10 يبقى عندي 10 على 40 10 على الاربعين خلاص يبقى دي بروبيلتوف طول جبن جر يعني مش همسك اي طول لا همسك الطول اللي في الجر يبقى السكوب بتاعي 40 عدد الطلبة اللي انا بشتغل عليها ولا انا بدور فيها اصلا 40 مين في الاربعين دول طول 10 يبقى عندي 10 على الاربعين 40 في المية على 10 على الاربعين هيديني كام 10 على 100 اللي ايه 10 اللي ايه 1 في المية 10 في المية طيب طبعا البربيلتوف جير في بروبيلتوف طول جيبن جير هي هياها بروبيلتوف طول في بروبيلتوف جير لجيبن طول يعني لو انا عايزة كيف البربيلتوف جير لو طول ممكن نبدأ بالعكس اشوف الطول عددهم كام انا اصلا ممكن عندي كام طول الطول دلوقتي عندي 40 50 وعندي 10 عندي 50 طول وهم اصلا كلهم كام عندي 100 يبقى عندي بروبيلتوف صول بتسوي 50 على 100 هدربها ببروبيلتوف جيرل ممكن تبقى طول الطول طبعا اتفقنا انهم كام 50 الطول 50 عندي كام جيرل عندي كام جيرل طول عندي 10 على 50 اللحظ ان طول جيفن جيرل عدد الجيرلس دي تحطي عدد الحاجات اللي هي الجيبن بتحطينا في المقام إنه برضو جيبن طول ده بيتحطي في المقام هنا عندي كم طول عندي خمسين اللي هي العشرة والاربعين خلاص فده كان مثال تاني لجوينت بروابيليتي بس مديني أرقام وانا أرقام بحولتها ليه بروابيليتي فالآخر جبت الفاينال فالو طبعا هلاحظ ان التو رونس دول دوني نفس الاربعين طيب فيه كونسبت تاني هو الكنديشنال بروابيليتي الكنديشنال بروابيليتي أجي أصلا لست شرحة وهي مثلا ما باجأ قول بروابيليتي اف طول جيفن جيرل بروابيليتي اف طول جيفن جيرل عادة شوف البرابيليتي اف طول بشارط ان انا الجيرل اصلا حصلت او ان انا مركز اكتر على الجيرل الكنديشنال بروابيليتي اف طول جيفن جيرل وطول جيفن جيرل بس الترم ده بنسميه كونديشنال بروابيليتي بي اف طول جيفن جيرل او بي اف جيرل جيفن طول دي اسمها كونديشنال بروابيليتي احتمال حدوث حدث بناء على ان الاولاني حصل وبيعتمد عليه مش مش ما بيعتمدوش على واط لأ با يعتمد عليه deto اسم الكنديشن بروابيليتي بعمل golden presentation bi con nybagi خبص طبعاة في بعض الاحيان الاولانى ايبنت الاولانة مش شرطي يعتمد على فرابل الواحد يمكن يعتمد على اكتر من فرابة. عند BofA given B. وممكن ال BofA بتعتمد على الاكتر من فرابة. تمام؟ فزا occurrence of two events where they are dependent events is called the condition probability. وبعض الاحيان بيبقى عندي event بيعتمد على باقي the events او بيعتمد على الاكتر من event. in general ال Bayes Serum بتعتمد او دايما بتبقى اللي بيجي يعني يكسبلين ال Bayes Serum بيكون او ال Bayes Serum مبنية على ان هي مثال بسيط بحيث ان عندي variable بيعتمد على variable ولكن النايف بيعتمد على ان انا عندي variable بيعتمد على اكتر من variable. فدي الفرق بين ال Bayes والنايف. ال Bayes عندي conditional probability بحيث ان انا عندي variable بيعتمد على variable او event بيعتمد على ايه؟ event تاني. ولكن النايف بيز عندي event بيعتمد على اكتر من event تانيين. تمام؟ فالنايف بيز او ال Bayes Serum هي هي ايه condition probability بس اختلاف ايه انا بيعتمد على اكتر على واحد ولا تاني. اه بعمل الربانتشن بالcondition probability بالبي بيوف اي جي بي وطبعا واضح ان هي بتساوي البيوف اي البيوف اي عاليها البيوف اي ممكن اجيبها هنا من الرول زي ما اتفقنا لو انا تقول البيوف quarto لو طول بيساويبي اي في الحلقة الطالب له اي رب ما عايز احاولي اتباعي الخرم اكتير من بيساوي ten Por ability على sen Barginal probabilität. تاني. al Ну administration probability بيساوي joint probability على Marginal probability ده طبعا أerylvgracop tank احنا عايزين نفرغ ما بين Marginal probability وال就比وض bucket والconditional probability المarginal probability إحتمايل حدوث حدث عندي كذا environment two environments وانا انتريست بحدث معين عايزة عرف هو يحصل بنسبة قديقية بصرف النظر عن الانفيرومنت التاني سواء كان بيدخن او مش بيدخن احتمال حدوث الظهور ان الشخص دايب امان صرف النظر هو بيدخن او مش بيدخن لبدا المرجن البروبيلتي احتمال حدوث حدث معين احتمال حدث معين طيب وبالتالي طبعا بيتجاب من ان انا بجمع على كل البروبيلتي التاني البروبيلتي اهدوث مع بعض ربوبيلتي بيتجاب دايب او حدث مع بعض احتمال حدثينyr بيمكن يكون ديمنت او اندبندنت ويساوي توبعاً البروبيلتي او دينبان ويأتمام انهم اندبانت Playstation وبيساوي البروبيلتي خارجي بيمكن ايو نحن عملية ما achieving ده البروبيلتي اهدوث حدث معين بس بيشترة ان الحال زتاني او احضم حدث، هذا معنى أن الـ Conditional Probability يعتمد أو يتعامل مع الـ Dependent Variables لا يوجد معنى لـ Conditional Probability مع الـ Independent Variables لا يوجد معنى، يعني لا يوجد منطق سأجلب الـ Conditional Probability الـ Conditional Probability لا يعتمد على بعض فـ Conditional Probability يأتي لـ 2 variables يعتمدوا على بعض يحصلوا مع بعض، لكن يعتمدوا على بعض نحن أن الحدوث الأولاني يقصد على نتيجة حدوث التالي هذا الـ Conditional Probability ما ذلك هو الـ Best Serum أو الـ Based Classifier الـ Based Classifier يجبب الـ Probability فـ Event occurring given the probability of another event that has already occurred الـ Based Serum هو الـ Conditional Probability ذلك أنا لست شرحها لكن يأتيم أنه يعتمد فتحضر على فتحضر ولا مش فاريبل باعتمد عليها نضي لتفقد كثير هيها هيها الكنيشن بورابلاتي او كي لو احنا فهمنا الكندشن بورابلاتي والشويلت والمارشناء يبقى البي كيم هيها هيه الفكرة بس إن هم عايز يجيب الرول بتاع البي يبقى باطريقة تمام خلاص يبقى دي الطريقة الأول求 بتاع الكنديشن بورابلتي وهي ان البي اف اي جيفن بي بيستوي بي اف اي انترسيكشن بي على بي اف بي خلال البيس سيرم هي هيها الكونديشن بروبيلت بس عايز اجيبها بطرقة تانية ابسط طيب يبقى البيس سيرم او بيس كلاس فاير فاينز بروبيلت اف ايبن تاكيرن جيفن انه هناك اف ايبن تانى اصلا خلاص حصل ذلك هو نفس المعنى بتاع والبي اسرم ازة عندي بروبيلت او الجيفن بي م a وسي ودي و MAX لا بروبيلت او جيفن بي بس الجيفن بي اسرم هي الكنديشن بروبيلت بس ايه بدأ نلاحظ التابع ان هنا لو البي بتعتمد على الايه بس البي السيرم بتجيب الكونديشن البي بطريقة تانية بس اعتمادا على الحقيقة اللي بتقول ان البي هو في انترسيكشن بي هي هي البي هو في انترسيكشن ايه خلاص طيب انا اصلا عندي البي اوف بي اوف بي اوف 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 بي. طيب افهم من كده ايه ان الترمدة المفروض انه هو هيساوي الترمدة بما ان ده بما ان البي اوف اي انترسيكشن بي بيساوي البي اوف اي اا البي انترسيكشن اي اتنين دول بيساوي بعض. يبقى كده طبعا دول برضو هيساوي بعض. خلاص? يبقى البي اوف اي في البي اوف بي جيفن ايه? بيساوي البي اوف بي في البي اوف اي جيفن بي. التو ترمز دول بيساوي بعض. طيب ماشي وبعدين. لو عايز يجيب الترمدة لوحده. اللي هو الكونديشن البرابيليتي اوف ال اي جيفن بي. هيساوي طبعا الترمدة مقصومة على الترمدة. البي اوف اي في البي اوف بي جيفن ايه? على البي اوف بي. طيب. في العادي انا كده خلاص اعتبر جبت ايه هو البيساوي وهو هو الكونديشن البرابيليتي وهو الكونديشن البرابيليتي في وان بريابل وهو طريقة تانية اللي انا بجيب الكونديشن البرابيليتي. وايه الطريقة التانية انه او بيعتمد على الفاكت اللي بتقول ان البي اوف اي انترسكشن بي بي ساوي البي اوف بي انترسكشن ايه? وطلع في الاخر ان البي اوف اي جيفن بي ده بنسميه بوسترر البرابيليتي لانه طبعا ايه بنت حصل بعد ما حصل ايه? بعد ما ايه بنت تاني حصل بوستر البرابيليتي. طيب. البي اوف اي ده بنسميه براير بربابيليتي لانه هو بيعتمد اصلا انا دلوقتي عايزت اشوف الايه? اه جيفن البي. هل اصلا الايه ممكن تحصل? اصلا. فبيشوف البي اوف ايه ده بنسميه بارب بربابيليتي. وطبعا البي اوف اي جيفن ايه? ايه dynamical by respected and initiated andtak lot, but traditional probability وطبعا ده باخد مارشن аб BONB, طبعا ده اكيد مارشن habrبابيليتي. ده اكيد بوستر البرابيليتي دي اه بارBOB لان هي 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 تعطو께 مارشن؟ لكن ليها معنى ان انا عايزي اعرف له اصلا ااااااااااا الاحتمال يعني دي حاجة انا عايز اعرف احكمال ترسل اصلا ولا لا تمام طيب فالبرايب برابيليتي ازا برابيليتي افليبول بفور وي اوبزير في زا ايجنت ازا كومبيليتو انفرميشن زات وي هافرست المعلومة الاكيدة اللي عندنا من قبل ما نبدأ اصلا في الاكسبرمنت طيب البستور البرابيليتي ده برابيليتي افتر وي هاف ان ايفنت انا عندي بي حاصل بعدين عايز اجيب بي اوف اي جيفن بي يبقى بي اوف اي جيفن بي ده اسمه بستور البرابيليتي طيب لو عايزين ناخد مثال على البي استيرام او على الكنيشن البرابيليتي افوان ايفنت اه دلوقتي انا عندي الوزر ده اه نقترض ان الوزر ده فيتشر اه وعندي كذا فاليو سواكن صاني او اوفر كست او ريني عندي صاني اه بكذا في كم يوم واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اخداشر اتناشر تتشار بعتاشر عندي اربعتاشر يوم وفي كل يوم بحسب فيهم الوزر وفي كل يوم بشوف في الوزر بقول هل الناس ممكن يعني الفوتبول بلاير ممكن يلعبوا في اليوم ده ولا لا فلو اليوم ساني فمش هيلعبوا لو اليوم اوفوركاست هيلعبوا ولو هوا ممتر هيلعبوا تمام دي استاتيستيكس يعني احتمالات كتيرة طيب لو كونا الجدول ده من من الفيتشر دي او من الانفورميشن دي هلاقي اننا طبعا لو الوزر كان اوفوركاست عندي اربع مرات الاحتمال ان الناس تلعب فيها كان اربع مرات وكان عندي زيرو عدد من المرات او عدد من الايام كان الناس مش بتلعب فيها في اليوم ده لو انا مشيت كده مثلا هلاقي الاوفوركاست ظهر مرة اتنين تلاتة اربعة وفي كل مرة كان ايه كان يس 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 وفي نو واحد عندي كم ساني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عندي خمس خمسة ساني في منهم تلاتة نو وفي اتنين يس وهكذا طبعا بالنسبة للريد عايز اشوف احتمال مثلا هو يلعب جبن ان نهاردة اوفوركاست او انه هو يلعب جبن ان نهاردة حقاен انا بغيب lobby اقوم ان يضع اتنين ليس موجودة في الجدول هنا بأنه نقل على ان كان عارف هذه الستيستكس طائب دلうوقته اااااااااا امممم. لو انا وفصت على الكولنمكن ذا هلاقي ان دا دا طبعاا دا طبعا بلعب لو اليوم اوفوركاست ودايما ما يلعبش لو اليوم اوفوركاست فالبراباليتي بدا بلعي جبن لأوفوركاست بسيague واحد يعني من قبل من ادقى في اي ارقام بروبيلتي ان الشخص ده الناس دي تلعب جيبن ان انا اصلا الجو اوفركاست احتمال الاحتمال بواحد لان انا اكيد هلعب واحتمال ان انا مش هلعب ده الاحتمال زيرو لاني ما بلاقيش ولا يوم فيه اوفركاست طيب خلينا ناخدها بالتفصيل لو عايز اجيب بروبيلتي اوف بلاي جيبن اوفركاست هل الناس هتلعب عايزة ابرديكت هل الناس ممكن تلعب لو كان الجو مغيم بروبيلتي اوف بلاي جيفن اوفركاست ان النهار ده انا متأكد ان احنا ايفا اوفركاست طيب بتساوي . بنجح الاكامل بلير بلير دع extra بات 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 بلير الل folded بلير السابط م Katz وعند إزالي أيرة بم distorsion يد FOR مبدئين الأول عندي overcast و sunny و rainy و no و yes وعالد الناس overcast 0 و 4 وبالتالي عندي 4 على ال 14 ده احتمال ال overcast احتمال ال overcast بصرف النظر عن ايه هو هيبليه ولا مش هيبليه عالد الى ايام اللي حصل فيها overcast في ال 14 يوم عندي 4 على ال 14 طيب B of sunny بيسوي 5 على ال 14 عندي 3 و 2 ده اللي هو marginal probability, marginal probability بتاع ال overcast 4 على ال 14 والmarginal probability بتاع ال sunny 5 على ال 14 والmarginal probability بتاع ال rainy 2 زاء 3 اللي هي 5 على ال 14 طب صحيح أنا عندي 5 ايام marginal probability rainy و 5 ايام sony و 4 ايام overcast طيب ده لو انا عايز اجيب marginal probability ده لو عايز اجيب marginal probability ليه يل هو yes او بليه لا المارجنال البروبيلتي هيكون تكيدا. وهيكون مش مهتمة ان اليوم ايه الوزر اه 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 هندشن بتاع عامل ازاي. فهجمع هنا. يبقى البي اوف نور بيساوي 5 على 14. والبي اوف يساوي الاربعة زائد الاتنين زائد 3 هيساوي 9 على 14. خلاص. لو عايز اجي للمارجنال البروبيلتي للنور هجمع دو. اللي هي الصفر زائد 2 زائد 3 هيديني 5. 5 على 14. وبورية اوف يساوي ال 9 على 14. ده المرشن بروبيت بتاع الوفوركاست والساني والريني والمرشن بروبيت بتاع النو واليس في حالة طبعا احنا احنا احتاجناهم وهنا واضح ان دايما بيرحتاج في المقام المرشن بروبيت طيب دلوقتي لو انا عايزة اشوف احتمال ان البي اوفوركاست جيفن البلاي يعني المقام عندي عادل ناس البلاي عندي كام عادل ناس البلاي اصلا او عادل الايام اللي حصل فيها بلاي اكيد تسعة يبقى عندي المقام فيه تسعة والوفوركاست اشوف ايه عندي كام من التسعة اوفوركاست عندي تسعة ايام حصل فيهم بلاي فيه اربع ايام من الاربع ايام دي كان ايه الدنيا فيها اوفوركاست فيبقى عندي اربعة على التسعة زي ما شفنا البربيت اوفوركاست جيفن الطول طيب بيبقى الاساسي عندي الطول في المقام والجير عندي في البسطة عندي كام جيرل من الناس الطول خراص طيب بروبيت اوفوركاست جيفن البلاي اه بحط فى المقام عندي تسعة والوفوركاست عندي كام من التسعة عندي اربعة يبقى ايفه اربعة على التسعة ده بروبيت اوفوركاست جيفن البلاي طيب بروبيت Marginal probability beta date 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 هو الصفر زيانا 4 لو 4 على 14. يبقى هقسم على 4 على 14. هيتطلع لي واحد. طبعا؟ طيب. لو عايزة يجيب بربائلتي ان الناس مش هتلعب given ان انا عارفة متأكدا ان الجو overcast. هي ببرابلتي of overcast given no. فيه البرابلتي of no على البرابلتي of overcast. طبعا البرابلتي of overcast بكان بارباء على 14. وبرابلتي of no بكان بارباء على 5 على 14. اه. طب ببرابلتي of overcast given no. انا دلوقتي متأكد ان انا اكيد مش هلعب. انا في الرودة او في الكولام ده مش هلعب. مين في الـ values ديان هي كيمة ال overcast اللي هي 0. يبقى عندي 0 على الخمسة. 0 على الخمسة. be of overcast given no. يبقى المقام عندي خمسة. والovercast ب 0. 0 على الخمسة. طبعا انت لما 0 في حاجة على اي حاجة هيديني 0. طيب. ده الاتفاني عليم الاول اصلا ان لو انا عارفة ان ان انا اكيد مش هلعب في اليوم ده. يعني لو الـ probability الـ value بتاع الـ sale دي كانت بـ 0 فمعناها ان الـ probability تدقى زير. لان انا عندي 0 ضرب في value. يبقى كل حاجات تدقى بزير. تمام? بما ان دي 0 فكل الـ values هنا. يبقى ده ده حدث impossible وده حدث مؤكد. طيب. لو عايزين ما بكل الكلام ده على classification. يعني base classifier. بناخد ننتشنز يعني مختلف. طيب. عايزة اقول ان الـ feature x بينتامل الـ class omega 1. عايزة اقول ان فيه feature معينة ولا نفرض مثلا عندي فكهة والفكهة دي اللونها احمر. خلاص طبعا مش كل الفكهة اللونها احمر طفاح. ممكن يبقى طفاح او رمان او اي حاجة. او حاجات كتيرة. فايه احتمال ان الفكهة اللونها احمر تنتمي لـ class اللي هو طفاح. ايه اللي انا بعمله دلوقتي ان في الـ classifier بعمل classification given only one feature. وطبعا in general only one feature مش مش كفاية. ولكن ده الـ basic. يعني الـ basic idea او الاساسي ان انا ابدأ اجرب اصلا الدنيا كلها في الماسماتيكس على وان فارغ. طيب. ايه الـ probability ان انا عندي feature واحد. والـ feature ده بينتامي ليه class class 1. probability of omega 1 given x. انا عندي feature. والـ feature ده متأكد انه حصل او بتأكد ان هو معي. عادي اشوف الـ class ده احتمالي يحصل بالنسبة قد ايه given ان x ايه حصلت. تمام؟ طيب. هتساوي بـ of x given omega 1 مضروبها في الـ b of omega 1 على الـ b of x. وهي طبعا الـ omega 1 دي بعمل لها رب تشامل ان هي class 1. والـ x ده feature نحن تختلف بتاعي اللي هو طوله واحد. اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ده الـ base classifier في ال classification. طيب. ان جنرال بقى انا عندي كم class ممكن يبقى عندي class كتيرة. فالـ x هقول في الاخر هي بتنتمل ايه class؟ تنتمل بتنتمي للكلاس اللي ليه probability اكبر صح؟ هدو لقتي بقول probability of omega 1 given x هيديني حاجات كتير ويساخر ما سيطلع على 2 من 10 طب probability of omega 2 given x بيساوي 8 من 10 يبقى ال x بتنتمي لأني class ال x تنتمي في الاخر للكلاس اللي ليه اعلى probability يبقى we say that x belongs to omega i او w i if b of omega i given x اكبر من b of omega j given x هي بتنتمي للكلاس i مش بتنتمي للكلاس j لو كان probability of i اكبر من probability of j وير طبعا الجي دي ممكن تبقى بقول class 1 وclass 2 او ممكن تكون class الاولاني وباقي classes for all j ويرن الجي ليه تساوي الواحد يعني انا في classification ممكن يبقى عندي اكتر من class عارفة ان ان ال character اللي قدامي ده مثلا 0 او 1 او 2 او 3 الرقم قصدي ممكن يبقى 0 او 1 او 2 او 3 لغضو التسع عندي التسعة عندي عشرة classes بعد ما شفت feature مثلا معانة للامبوت اللي داخلي عايز اشوف ان في الاخر feature ده او الامبوت اللي داخلي تابع عني class لو انا بستخدم base classified هيبقى تابع عني class تابع ال class اللي ليه اعلى probability تابع ال class اللي ليه اعلى probability ال b of omega i ده class i اللي انا مش عارفه هيبقى class i هو ده اللي انا هنتمي ليه لو هو اعلى من كل class التانية لو probability of omega j given x كانت هي ايه اقل قيم وكانت omega i given x هي كانت اعلى قيم وطبعا ويه ارأسيومنج ان الجامش بتساوي اي يعني مش هينفع كرم من لابس class طيب لو انا عايزة خليني في class واحد وي ساي زات x belong to omega 1 طبعا لو كان b of x given b of omega 1 given x اكبر من b of omega 2 given x صح يعني لو انا عايزة دلوقتي ده كان rule بتاع كذا close امتى بقول ان الفيتشر دي بتنتمي للقراس هتروح للقراس اللي ليه اعلى probability given ان انا عندي class 2 طب لو انا عندي class واحد يعني 2 classes بس class 1 وclass 2 هيبقى x هتروح لده omega 1 لو كانت بي وف اومجا 1 given x أكبر من b of omega 2 given x طبعا لو شلت بي وف اومجا 1 given x دي وحطي بدا لها rule بتاعاتك كبيرة اللي فوق دي ليه دي كلها تمام هشيل بي وف اومجا 1 given x وحطي بدا لها كل rule بتاعتها بي وف اومجا 2 given x وحطي بدا لها كل rule بتاعتها طيب في بعض الأحيان يعني لما بنيجي نقارن حاجتين ببعض وكان لهم نفس المقام بنشيل المقام يعني دي حاجة ماس يعني لو أنت عندك حاجة على حاجة عايز تقول أن الحاجة دي أكبر من الحاجة دي فأنت مش انتريست أن أنت إيه تشوف المقام مش محتاج تحصل المرزم برولتي بتاع الـ X لو أنت عايز تقارن بس لو أنت عايز تجيب برابيليتي بتجيبها عادة بتعتمد على بي وفي X لكن لو أنت عايز تقارن فهو أنت بتقارن مش محتاج إيه بي وفي X طيب طيب فإن جنرال الرول بتاعك أن أنا بقول أن الـ X تنتمي لـ 1 أو 2 ممكن توصل في الآخر لي بي وفي X جيبن أوميجا 1 في أوميجا 1 لازم تكون أكبر من بي وفي X جيبن أوميجا 2 في بي وفي أوميجا 2 ده الـ base classifier is a conditional probability given only one variable اللي أنا باعتمد عليه يعني الـ base classifier هو conditional probability عندي كذا environment والـ event في الـ environment الأولية بيعتمد على الـ event في الـ environment الثاني يعتمد على الـ event واحد في الـ environment الثاني لو حصل وكان عند أكثر من feature vector أو عند أكثر من event في الـ environment الثانية والـ event في الـ environment الأولية بيعتمد عليها ده اسمه naive base ده classifier تاني خلاص؟ ده بالنسبة للـ base classifier وهو بسيط مبني على الـ basics بتاع statistics اللي هي joint probability والمرجن probability والconditional probability ده طبعا الـ sum of important references من أهمها طبعا الـ bishop book الـ bottom recognition والمachine learning ده كتاب most common used في المachine learning موسيقى موسيقى